هيا بينات عاملين ايه النهاردة اقولك ازاي عملت اللوك كده هو سيمبل جدا وامكانتش عايزة اصلا اي لينر وعايزة حاجة سيمبل خالص اول حاجة طبعا نضبتها تحت حواجبها وقت مصرحها بالواكس بعدين حطت لها اللون كده على بنيات شوية عشان يرسم معي الجفن كله حاطت اللون على الجفن كله وبعدين بدمج بالروحة عشان خاطر اعرف يكون اللون بالضبط ما يكونش مكالكة في مكان واحد وبعدين طبعا حطت لها كده على هيالايتر عشان يفتح لها شوية فوق العين ما يبقاش يعني كاتم قوي الدنيا فوق بعدين حطت لها طبعا انا مش من اردل وحطت لها مرتب من كيو في انا احبك جدا المرتب ده وبجادة وحفا البشنط الدهنية والمختلطة تمام والجفة كتري منه سيكا عشان يبقى يديك مفعول كويس بعد كده حطت لها برايمر من الميك اوب كويتي اه هو براند معروف قوي قوي وعنده حاجات طحفة ممكن رحطت لها بتاعه تحت فتندوق الوصف بعدين رحطت لها الفاونديشن ويتمقته كويس جدا لو اتخذ بالكو انا بدمجه بالروحة بس مسرعه على البيت شوية عشان ما ياخدش مني وقت اه ويبقى مملي بالنسبة لكو اه بدمجه بالروحة قوي وبحط طبقة بسطة جدا منه ولو حبيده اكتر بكتر براحتي ما يفعش اول طبقة على طول تكون كتير تمام بعد كده حطيت بلاشر كده كريمي على خوخي شوية على المناطق اللي انا عايزة يكون فيها حتة لون كده مش عايزة يكون الوش كله اه ابيض او باخد شكل الفاونديشن بس وطبعا بعد كده بدمج الكونسيدر على اي منطقة عايزة نورها بسيب منطقة تحت العين اخر حاجة عشان يبقى ايدي كوفيرد شوية اعلى من الكونسيدر تمام بعد كده بدأت اه حطلها تحت العين بالضبط نفس اللون اللي حطته فوق اللي هو الوض البني وحطت لها بعد كده بلاشر اه وهبدأ حطلها كونتور في اي مكان انا عايزة اغمقه شوية انا مش عايزة برضو تكون يعني هي مش حابة خلصة كونتور اساسا فانا كنت حابة ان انا ادفلها بس الوش مش حابة ان انا قطلها كونتور لابرس خد ولا ابرس فك ولا حتى اخذت لها وشها اه ورا دخنه هي مش عايزة كده خالص كده عايزة حاجة سمبل قوي وبعدين حتطلها الهايلايتر برضو من ميكب كويتي اه على كل المنطقة عايزة اناور فيها الميكب شوية عموما هو الهايلايتر البربل شوية الوش وبعدين حتطلها روش نود على الليب جلوس اه منتشاو بس كده اللوك يكون خالص يارب بيكون عيبكو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وكومنت حلو دايكو ولايك كمان شوكوا في فيديو جديد باي